قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن كلمة سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه أمام القمة الخليجية عكست بصدق الهم الشعبي الخليجي فيما يتعلق بمسيرة مجلس التعاون الخليجية وقال الغانم إن سمو الأمير لم يستخدم لغة دبلوماسية المجاملة ولم يلجأ للتلميح وقال صراحة ما يجول في ذهن ووعي كل الشعوب الخليجية وهو القلق البالغ من اهتزاز الكيان الخليجي وتعرض مصالح أبنائه للضياع وفقا لوصف سموه مشيرا إلى أن دعوة سموه إلى وقف الحملات الإعلامية المتبادلة يشكل مدخلا مهما لتهيئة الأوضاع لأي حوار أو تسوية سياسية بين الأشقاء مضيفا أن سموه ورعاه الله كان لسان حالنا جميعا عندما عبر عن ضيقه وانزعاجه عن التراشق الإعلامي بين الأشقاء وكان قلقه إزاء مسيرة مجلس التعاون انعكاس لقلق شعوبنا الخليجية كافة هذا وقال الغانم مثلما نثق مطلقا بحكمة سموه نثق جدا بحكمة قادة دول مجلس التعاون موقنين أن خلافا العابر إلى زوال وأنه لن يصح إلى الصحيحة مشيدا بانعقاد القمة الخيجية في موعدها في الرياض بكامل عدد أعضائها راجيا من المولى جلت قدرته أن يأخذ بيد قادة الدول الخليجية إلى طريق التوافق والتعاضد والنماء والتقدم ترجمة نانسي قنقر